رموز التنظيم خلف القطبان إلا أن نشاطهم الحركي وسياستهم في العنف والدمار في حالة مستمرة منذ عزل الرئيس محمد مرسي ذلك ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة خاصة من قيادات الوزارة لاتخاذ إجراءات أمنية مكثفة على غير العادة لمنطقة طرى تحديداً حسب صحف مصرية التجهيزات الأمنية غير المسبوقة ستشهدها محاكمة مرسي المقرر الاثنين المقبل في مقر معهد أمناء الشرطة في طرى التي تقع جنوب غربي حلوان في جنوب القاهرة حيث ستنتشر في محيط السجن القوات الخاصة ووحدات مكافحة المفرقعات وسيتم تمشيط المنطقة إلى كرنيش المعادي مع المنطقة المركزية للسجون لضمان سلامتها من أنصار مرسي وتفادي أي أعمال عنف ستتكفل بهذه المهمة نحو أربعين مدرعة مصفحة من قوات الشرطة وقرابة ألف وخمسمائة ضابط وجندي بالإضافة إلى قوات الجيش التي ستكثف تأمينها لكافة مداخل ومخارج المنطقة كما ستشهد منطقة كرنيش المعادي إغلاقا تاما أمام السيارات والمواطنين ولن يسمح بدخولها إلا لوسائل الإعلام وهيئة الدفاع كما ستنتشر فرق البحث الجنائي والكلاب البوليسية في شوارع طرى للبحث عن أي متفجرات المجال الجوي أيضا لا يخلو من الاحتياطات الأمنية حيث ستنشر القوات المسلحة طائراتها المروحية لرصد أنصار مرسي إذا مقتربوا من قاعة المحكمة إلى جانب طائرات أخرى مجهزة بقوات قتالية للإنزال الفوري إذا تطلب الأمر التعامل المباشر مع أي عمل إرهابي محتمل تهاني الجهني العربية